سوبر رزولوشن ركوووشن هدف الاساسي هو هاير رزولوشن اميج ركوووشن و channels are much better than what the classical approaches would allow for the same amount of data نتكلم على classical approaches يعني نتكلم مثلا نايكوز تعالتيريا يعني بمعنى احنا لو احنا عملنا سامبلنج بطريقة ما هياش كافة بنتوقع الصورة اللي بتبقى جايلنا بتبقى فيها مشكلة سواء ان كان اليسنج سواء ان كان بلورنج سواء حاجة بالشكل ده كده لو احنا عندنا نفس الديتا دي هل نقدر احنا ريكونستروكت صورة يبقى الريزولوشن بداية اعلى من الحاجة اللي بنتوقعها من النايكوست الحقيقة ممكن نعمل الكلام ده بكذا طريقة ممكن نكمبين ملتبل لو ريزولوشن ايميجز جمع مجموعة من الصور اللي ريزولوشن بدايتها ماياش كويسة قوي ونحس ان الريزولوشن بتاعتهم كلهم او نيكسبلويت موشن in image sequences to enhance resolution يعني ممكن ان لو عندي video sequence وفي عندي frames وعلى بعض والفريمز بينها وبن بعضيها motion ممكن نستغل الفريمز اللي وعلى بعضين حسن الريزولوشن بتاعت الموفي كله على بعض يعني لو خدت فريم من الفريمز الموجودة ممكن نحسن الريزولوشن بتاعته based على الموشن اللي كانت موجودة في الموفي اللي موجود ده او نيكسبلويت a priori knowledge about image to form models estimate model parameters نتكلم عليها مثلا احنا عندنا الموضل بتاعنا زي ما احنا شوفنا في الفريمز ممكن يكون فيها عندنا limited aperture فباسيكلي بيبقى عندنا الصورة بتاعتنا بتبقى كناها blurred بكيرنل معين بابقى انا عارفه فممكن بشكل ما ان انا اعمل الريزولوشن مثلا للكرنل اللي انا عملت بيه blurring دوت واحاول اريستور الصورة بتاعتي بشكل يبقى الريزولوشن بتاعته تبقى افضل ده طبعا بيقع تحت الimage restoration اكتر شوية من super resolution reconstruction والحاجة الاخرية خلص اللي انا مهمة جدا بتاعتبها مهمة جدا في السين اللي فاتت هي compress sensing اللي بيستعمل random sampling الحاجات اللي بتكلم عليها فوق دي غالبا بنتكلم عن الحاجات فيها uniform sampling بس احنا بتغلب على الريزولوشن بتاعت ال uniform sampling دوت او اللو sampling rate بتاعنا دوت بكذا طريقة هنا لأ انا بعمل بقى sampling pattern مختلف تماما بخليه random وبلاقي ان فيه مزايا كتيرة جدا الحقيقي ان احنا نستعمل random pattern في السامبلنج فنتكلم على كل واحدة من دول بشوية تفاصيل الموضول الاولاني بتاعنا في super resolution reconstruction هو ان احنا عايزين نجمع multiple low resolution images عشان نكون صورة تبقى high resolution طبعا نحنا نتكلم على multiple low resolution images دول مش هما نفس الصورة هي هي بالظبط ولا ما يبقاش فيها اي فايدة خالص لازم يبقى فيه اختلاف بينهم ولا وشوية صغيرين الاختلاف ده ممكن يجي نتيجة ان بفيه عندي ثلاث صورة بالشكل ده كده وكل واحدة فيهم بموشن مختلفة يعني انا مثلا زي ما انتم شايفين كده الصورة اللي لونها اخضر دي متاخدها في مكان والصورة اللونها ازرق مسلسات في مكان والصورة اللي هي عبارة عن pink ويعني مربعات دي بشوفه برضو في مكان تاني يعني فيه slight shift between reference او between التلاتة low resolution images اللي موجودين عندنا فباسيكلي احنا بنتكلم هنا على ال shift اللي موجود عندنا ده بنتكلم حاجة اسمها sub pixel shift sub pixel shift معناها ان المسافة بين النقطة وبعضيها تبقى قل من المسافة بين النقطة وبعضيها في نفس الصورة يعني انا المسافة بين النقطة دي والنقطة دي او النقطة دي نقطة اللي في الصور التانية اقل من المسافة اللي ودين نفس الصورة بين النقطة دي وبين النقطة دي اوكي فبنكلم على sub pixel shift لما بتكلم بقى ان انا بنقل من النقطة دي للنقطة دي بكلم على integer pixel shift يعني بتكلم على ان انا بتحرك ببيكسل كاملة انا بحتاج sub pixel sampling او sub pixel shift دي عشان اقدر استعمل low resolution image دي واقدر منها reconstruct صورة طبعا الصور دي ممكن نحصل عليها بكذا طريقة اما يكون عندنا كاميرا واحصل بيها على كذا scene يعني اصور بكذا زاوية للكاميرا دي او ممكن نفس scene هو هو بصوره بكذا كاميرا من كذا اتجاه بحيث ان انا في الاخر يبقى عندي الباترنز نفسها مختلفة يبقى فيه slide shift بين الصور اللي انا خدتها وبعضيها او بيبقى عندي بقى video sequence والفيديو sequence ده بقى فيه حركة وبالتالي هو فعليا بيعملي حاجة زي اللي انا بتحصل لي هنا كده يعني هو فعليا بيبقى كاميرا في مكانها بس scene نفسه بيتغير فمعنى كده ممكن اتخيل ان هو ده المدر بتاعه زي ده بالظبط طبعا احنا بنتكلم هنا على كاميرا وطبعا ممكن احنا نجنراليز حاجة الكاميرا دي بتبقى اي حاجة فيها image يعني بتكلم انا مثلا في الـ ultra sound مثلا ان انا عندي transducer بتاعي هو ده الكاميرا بتاعتي فانا ممكن في الـ ultra sound انا acquire pattern يبقى الـ resolution بتاعته مش كويسة وا acquire pattern تاني او بنفس الـ pattern هو هو بس شفتت شوية او ان انا استعمل الموشن اللي موجودة جوه الجسم مثلا زي الموشن هي physiological motion بتحصل في القلب او في غير كده ممكن انا استغل لها برضو ان هي تبقى الموشن لانا موجودة عندي في scene واعمل بها super resolution reconstruction فالموديل الحقيقية جنرال ممكن احنا نطبقه على كل انواع الـ imaging مش بس الكاميرا الكاميرا بتدينا يعني مجرد مثال يبقى وريب مننا عشان نقدر بعد كده نتخيل الحاجة دي ممكن استعمالها ازاي فالجزء اللي هنا دوت بنعتمد على وجود multiple low resolution images زي ما احنا شايفين كل واحدة resolution بتاعتها مش كويسة زي كده وبيبقى عندي كل واحدة فيهم بيبقى لها sub pixel shift عن التانية انا بحاول بقى ااخد الـ data ديت وابني صورة يبقى resolution بتاعتها احسن من كده ممكن انا بني صورة يبقى فيها عندي نقط هنا في النص يبقى مثلا double double sampling rate عن الصورة الاصلية موجودة في التلات صور بتاعتنا فطبعا دي حاجة اساسية جدا وطالما فيها عندنا sub pixel shift يبقى هنقدر يبقى فيها عندنا super resolution construction من multiple low resolution images الموضل العام بقى خالص بتاع المشكلة بتاعتنا بتاع super resolution هي بتتكون من مجموعة نوع من البلوكس وكل البلوكس بيزود لنا نوع من انواع نوع من انواع الـ resolution degradation للصورة بتاعتنا فبتدي مثلا علاقة بين اللي هو نوع من الـ الـ اللي هو الحاجة الحقيقية اللي هي الصورة الحقيقية هي الـ ثم بعملها بشكل ما وبوصل بها لـ لو انا تخيلت ان انا عندي هنا يعني A to D ولا حاجة وكان الحقيقة الـ وتعالي كانوا مناسبين جدا عشان يوصلوني ان انا اوصل لـ high resolution image اللي انا عاوزها اللي بيحصل بقى ان انا من الـ high resolution image ديت اللي موجود عندي هنا لغاية لما اوصل لغاية الاخر خالص اخر حتة خالص دي بيحصل مجموعة من البلوكس كده بتقلل الـ resolution بتاعتي اول حاجة ممكن تحصل لي هي وجود حاجة زي warping warping معناها ان يحصل ان الصورة دي تتغير يعني ممكن يحصل لها translation يحصل لها rotation يحصل لها اي transformation في نفس المكان بتاعها اوكي ده نوع من انواع الـ degradation الوقتي كنتم تخيل الصورة في مكان معين بقت مكان تاني ممكن يبقى عندي الصورة اللي هي واحدة من الصورة حصل لها warping دي يحصل لها blur البرد ده ممكن يحصل نتيجة optical blur نتيجة مثلا انا عندي العدسة بتاعتي اللي بستعملها size بتاعها ما هواش كفاية نرجع لجزء بتاع amplitude transfer function بتاعنا و modulation transfer function شفناها في الـ optics عشان نعرف ان ده بيعتمد على يعني الفتحة بتاعت العدسة التي تعتقدنا عاملة ازاي لان هي في الآخر بتبقى كبناها filter بفلتر angular spectrum بتاع الـ waves اللي جايالي وبالتالي بيعمل لي blurring للصورة لو كان صغير كفاية فده اكينه size بتاع low pass filter اللي انا بحطه على الصورة جايلي من الـ optics بتاعتي او ممكن يبقى motion blur motion blur ده معناه ان انا في اثناء الـ acquisition بتاعي حصل حركة طبعا الموشن بتاعتي لو حصلت بين الفريمز ما فيهاش مشكلة انما لما بتحصل في اثناء الـ acquisition بتاع الفريمز زي ما كنا كلمنا في المحاضرة بتاع الـ motion artifacts هي ده اللي بتعمل لنا مشكلة ففعليا ممكن يحصل لنا blur نتيجة للـ motion artifacts او ممكن يحصل لنا blurring نتيجة للـ sensor point spread function يعني السنسور نفسه له حاجة زي impulse response كده طبعا نسميه point spread function في الـ images او في الـ two dimensional signals يعني فالسنسور نفسه ممكن يكون الـ point spread function بتاعته الحقيقة مش كويسة يعني ممكن هي نفسها ما تسمحليش ان انا ادتكت الصورة بتاعتي بشكل يعتبر high resolution فهي فعليا بتجمع لي مجموعة من high resolution pixels وتحطهم لكلهم في بيكسل واحدة فمعنا كده ممكن يكون جايلي الـ blurring ده نتيجة للسنسور نفسه ممكن يحصل لنا برضو blurring نتيجة down sampling يعني ممكن ان انا الصورة بتاعتي تبقى sampled بريد كويس في النقطة دي بس انا ممكن يحصل لي في الـ acquisition بتاعي under sampling يعني انا في الاخر لما احصل على الصورة في الاخر ما بقدرش احصل عليها غير مثلا بالـ resolution نصر الـ resolution فده طبعا نتيجة ممكن يكون نتيجة للسنسور نفسه يعني السنسور PSF ممكن تضطرين ان انا عم كده ممكن يكون نتيجة للـ band width بتاعه كفاية اللي انا اخد بيه الصور دي كلها بالـ full sampling grade بتاعها فباخد بـ under sampling يعني معمل under sampling عشان اقدر اخد الصور دي في الوقت اللي انا عايزه ففي احوال كتيرة بيبقى فيها عندي under sampling بعد كده بقى طبعا وكالعادة في اي حاجة في اي imaging system يعني هنلاقي ان في عندنا random noise بتتضاف وفي الاخر الصورة بقى اللي جايرنا بيبقى فيها combination من كل الـ effects دي ممكن يبقى فيها حركة او يعني translation او rotation warping يعني او ممكن يبقى فيها blurring ممكن يبقى فيها down sampling وغالبا بيبقى موجود فيها الثلاثة فطبعا احنا عدفنا دلوقتي في super resolution reconstruction احنا نحاول نلاقي وسيلة ان احنا نتغلب على ال blocks دي عشان في الاخد نحصل على super resolution image او high resolution image دي من low resolution image يعني given عدد من low resolution image دي انا عايز ترجع ثاني اجيب بقى high resolution image دي كانت موجودة هنا شكلها بعمل ازاي فعايز فعالين او invert كل الخطوات اللي حصلت هنا دي علشان اقدر في الاخر احصل على الصورة اللي هي high resolution طبعا الوربنج له طبعا طرق معروفة معتمدة على registration اساسا بعمل motion estimation او registration الصور مع بعض ومنها اقدر اعمل وكل البرامتر بقى الوربنج عادة اقدر اعملها registration البرامتر بقى البرامتر بقى البرامتر هنلاقي فيه برضو شغل كتير يتعمل في البرامتر عنشان نشيل بقى وdownsampling بقى هو الكلام نحنا نتكلم عليه دلوقتي بس ده طبعا هي اتلاقيه متمد اساسا على افكار جاية من الحاجات اللي حنشفناها في الجزء بتاع البرامتر هنلاقي غالبا نعمل حاجة زي أو نعمل حاجة شبه اللي حاجة اللي شفناها مثلا لو كانت الدنيا uniformly sampled هتبقى حاجة مثلا عاملة زي الجزء بتاع المثلا اللي هو بتاع الفوريين اللي هو سامبلنج معمول بطريقة يعني uniform بس السامبلز نفسها ما كنا عن بعض ما هياش زي بعض اللي كنا بكلم عليها برضو ممكن في الاخر هتبقى حاجة شبه interpolation technique هنعمل به interpolation للسامبلز موجودة في اماكن مختلفة وصب بيكسل شيفت عشان في الاخر نحصل على grade by high resolution ده مثال low resolution sensor اللي بعمل مها blurring لو كان عندي مثلا اللي هي high resolution grade بتاعتي high resolution grade البيكسل بتاعتها صغيرة بالشكل ده كده في حيل ان انا بتكلم على low resolution grade بتكلم على حاجة يعني اتنين في اتنين بدلا ما هي كانت واحد في واحد بقت اتنين في اتنين فمعنى كده ان كل اربع نقط بالشكل ده هيروحولي في الاخر في low resolution image تبقى نقطة واحدة فمتخيل بقى transformation بتاعي هو فعليا بيجمع لي او بياخد ال average كل النقط اللي موجودة في السنسور بتاعي في low resolution sensor اللي موجود اللي هو اتنين في اتنين ده فطبعا بتكلم على transformation بتاعي بيبقى حاجة زي filter وده بيعتبر حاجة زي بيجمع لي النقطة بتاعتي دي كلها على بعض طبعا انا صعب جدا بمعرفة النقطة دي كام ان انا رجع تاني اجيب ايه؟ اجيب دول تاني. انما لو كان في عندي sub pixel shift اقدر حقيقا ان انا اعمل ال inversion problem دي ما بيقاش عندي فيها مشكلة فعمتا ده واحد من انواع اللي ممكن تحصل شبهه بقى ممكن يحصل برضو optical blurring وشبهه برضو ممكن يحصل الحاجات اللي لا علاقه بال motion blurring في الحقيقة الفكرة الرئيسية يعني الناس كتابت بها في super resolution reconstruction وهي اعتقد هي most popular في الوقت الحالي هي interpolation based super resolution reconstruction يعني انا دلوقتي بقى اعمل registration السور اللي هي resolution images مع بعض وخلينوا يقعip كل واحدة فيهم رألة البنانية عاملة زي ازاي؟ لو تآخيط ه reads صور دي قيالى انا كل واحدة من الصور اللي هي صور اللي هي دواير يقي. او الصور اللي هي لونها Lay, hina a Boys في المثلثات كل واحدة من ذلك الاؤلاء اللي ي Protection به نحناعي صورة emaqere يقول لي ان كل واحده فيهم shifted عن الثانية بقدي ايه يعني اقدر detect pixel shift واقدر خليهم كلهم احطهم زي ما حطتهم هنا في صورة زي كده كلهم relative to one grid يعني اعتبر اول صورة مثلا هي الصورة اللي موجودة برا دي هي دي reference grid بتاعي وحط كل الصور الثانية بقى reference لها بحيث نعمل عارف كل واحدة من النقطة بتاعتي موجودة فين واقدر بعد كده استغل بقى الغريد اللي هي فيها sub pixel shift دي واعمل بقى interpolation بعد كده هي الخطوة الثانية واعمل interpolation على high resolution grid ففعليا انا عندي هنا من النقطة اللي موجودة هنا دي بحس بقى النقطة على high resolution grid اللي هي موجودة على 2x grid او اللي هي double resolution اللي كانت موجودة اصلا في الصور اللي كانت ده خلالي بحيث ان انا في الاخر يطلع لي صورة على high resolution grid طبعا كل واحدة من الصور الاصلية بتاعتي كانت جاية اساسا ممكن يبقى فيها blur فممكن بقى ان انا بعد بقى اعمل high resolution grading اعمل بقى جزء بتاع دي blurring ده عشان اشيل البلورنج اللي جاي من سواء الاوبتيكال او السنسور او كل اي نوع من انواع البلورنج اللي موجودة عندي اقدر اشيله بعد كده في high resolution grid فهي طبعا فكرة بسيطة جدا مؤتمد ان انا يبقى عني registration technique يبقى مناسب عشان يقدر يدتكت ال sub pixel shift ومنها بعد كده بعمل interpolation على high resolution grade ومنها بعد كده اقدر اعمل restoration عشان اشيل البلور او لقى عندي noise مثلا ممكن ان انا احاول ان انا اعمل noise removal كمان بفيها عندي جزء كمان لي noise removal في الاخر جزء اللي هو من بعد ما انا حصلت على دي هي جزء بتاع image restoration بقى اقدر انا اعمله بالطرق بتاع الامage processing اللي موجودة في الاريا دي فيه طريقة تانية الحقيقة ممكن نبص بيها على نفس المشكلة بس في frequency domain في frequency domain approach الحقيقة احنا عارفين ان احنا لما يكون عندنا low resolution sampling بيبقى فيه عندنا aliasing في الناحية تانية في frequency domain فهدلوقتي بيبقى عندي low resolution image دي لو انا خدت لها Fourier transform بتاعها دول يعني Fourier transform دي بتتكون ال aliased versions من الايه من الصورة الاصلية بتاعتي فالنقطة نح ممكن نعمل حل بقى بناء على الحاجات التالية دي تحت حاجات دول اول حاجة shift property بتاعة Fourier transform معنى كده ان انا لو عندي low resolution images فيه بينها وبن بعضيها sub pixel shift بيبقى ال frequency domain بتاعها متضاف عليه او مضروب فيه يعني phase linear phase ففعليا كل واحدة منهم بيبقى مختلف عن التانية الى حد ما يعني طبعا بنتخيل ان انا Fourier transform بتاعي بيبقى مضروب في ال phase دوت وبعد كده بيحصل aliasing بعد كده عليه ففعليا بيبقى كل واحد فيهم Fourier transform بتاعه او DFT بتاعوا discrete Fourier transform بتاعه بيبقى مختلف يعني كل واحدة من low resolution images بتطلع لنا frequency domain slightly different ومعروف ال difference اللي بينهم ده جاي منين نتيجة لل shift الحاجة التانية ال aliasing اللي هو بيحصل يعني مقارنة بالcontinence free transform وDFT free transform للobserved low resolution images يعني كلام ده انا عندي دلوقتي لو عندي مثلا يعني ده ال d aliased او resolution image الشكله عامل كده ال sampling بتاع شكله عامل كده لما بيحصل لها aliasing لو انا عملت يعني under sampling factor of two هيبقى فيها عندي كمان واحدة من دول موجودة هنا فالمجموع بتاعها بيبقى شكله حاجة عاملة كده احنا بقى لو احنا فكرنا احنا عارفين طبعا aliasing ده بيحصل ازاي بيحصل نتيجة انه بقى فيه واحدة كمان يعني pattern another pattern بالشكل ده كده موجود هنا فانا ممكن actually اعرف ال pattern ده جاي ازاي يعني ممكن انا احسب النقطة دي جايه فعليه مجموع ايه هلاقي انها مجموع النقطة دي زائل مجموع النقطة دي يعني لما بوسى ال id aliased هنا لما دي بقى في عندي واحدة تانية كمان موجودة هنا بقدر بقى اعارف النقطة دي مفروض جايه من انهي مكان في الايه في ال foray transform بتاعي ففعليا ده ممكن يساعدني عشان بعد كده لما انا بجمع الحاجات مع بعض ممكن اعمل equations واحاول احلها طبعا ده مؤتمد على ال assumption ان هو التالت دوت ان احنا عندنا ال high resolution image بتاعتنا لها limited bandwidth يعني اللي هي نفسها band limited لو هي مش band limited يبقى مفيش اي طريقة تسمح لنا ان احنا نقدر نريكونستركت من ال aliasing ده انما لو هي band limited بيبقى عندي basically نقطة دي هي عبارة عن مجموع نقطتين يعني نقطة جايه من من الجزء دوت ونقطة جايه من الجزء دوت من ال aliasing دوت احنا بمعلومية بقى ان احنا عارفين ان ده شبه ده ونقدر نحط بقى equations للنقطة دي بتساوي كام زائد كام ونقدر بقى من ال shift property دي بقى عندنا multiple equations احنا طبعا محتاجين لو احنا عندنا الias between two يعني two repetitions هنا بمحتاجين two equations عشان نحل حاجة زي كده لا احنا ممكن بقى عندنا اكتر كمان من الجزء تاع shift property كل واحدة من ال shifts اللي كانت موجودة عندي ده هي sub pixel shifts دي بتديني equation ممكن بقى استغل ال equation دي عشان نresolve ال aliasing اللي موجودة عندي ففعليا احنا بنresolve ال aliasing هنا based على equations from different low resolution images زي ما انا قلت shift property بتخلي الشكل بتاع ال aliasing ده بيختلف واحنا عارفين الشكل ده بيختلف ازاي نتيجة احنا عارفين shift property بتزاوي ايه بالظبط الف linear phase بتاعنا نقدر نخصيه بالظبط given shift بتاعنا هو كام ونقدر بعد كده نريزولف بقى ال aliasing اللي موجود هنا دوت بناء على equations اللي هي عبارة عن مجموعة نقط في الشكل بتاع ايه البان دي قلت بتاعي الشكل بتاع ال pattern بتاعي دوت بابعارف النقطة بتاعت ال frequency domain دي هي جاية منين بالظبط من هنا واقدر نريزولف الجزء دوت واقدر نريزولف الجزء دوت واقدر نريزولف بالظبط جزء ده عبارة عن ايه انا قدر اطلع الجزء اللي هو المفووش aliasing ده من الجزء اللي فيه aliasing دوت من كزا pattern بقى من كزا واحدة من resolution images فهي الفكرة اساسية ان احنا ال aliasing عمتا لو احنا عارفين ان هو محدود وعارفين ان احنا band limited وعندنا كزا اياس وكزا اياس دول فيهم phase مختلف نتيجة shift نقدر نحنا نريزولف ال aliasing اللي حصل ده يعني نقدر نفك الحاجات الجامعة دي زائد بعض نقدر نفكها من بعض يعني انا مثلا لما اقول ان انا عندي واحد زائد اثنين بتساوي خمسة او او اكس واحد زائد اكس اثنين بتساوي خمسة او او اكس واحد زائد اكس اثنين بتساوي خمسة او 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 ا اكس واحد زاد اكس اتنين بتسوي خمسة دي دي الاليسنج بوينت فايف اكس واحد زاد اكس اتنين دي الاليسنج تاني برضو بس الاليسنج تاني تفز مختلف فلو انا استعملت الاتنين دول مع بعض درد حلو اقدر اجيب اكس واحد و اكس اتنين بكام فدي الفكرة الاساسية بتاعت الابروتش اللي هو في الـ Frequency Domain عشان نعمل Super Resolution Reconstruction دي الحقيقة ما بنوع من الامثلة اللي استعملوا فيها Super Resolution Reconstruction في بعض الـ Medical Images زي ما احنا شايفين كده في بعض الاجزاء اللي احنا ممكن نبص عليها ده الشكل بتاعها اللي هو بالـ Low Resolution Images لو احنا عملنا بطريقة تعتبر يعني فيها Super Resolution Reconstruction بطلنا حاجة شكلها قريب قوي من الـ Full Resolution Images بتاعنا يعني احنا دلوقتي جبنا مجموعة من دول وجبنا منهم الصورة دي اللي هي شبه قوي الصورة اللي هي كـ Full Resolution Images بالشكل ده كده طب احنا ممكن بعد كده نلون الباترن بتاعنا دوت بحيس ان احنا قدرنا نشوفه بشكل احسن وفي الاخر طبعا شكل فعلا Super Resolution Reconstruction شكله متش باتر عن الحاجة اللي ما كانتش باين فيها بالضبط الشكل بتاع الصورة عامل ازاي نفس الكلام برضو ممكن نشوفه هنا يعني نفس الكلام ممكن ده الباترن الاصلي بتاعنا ده الحاجة اللي هي Super Resolution بنبص برضو على الباترن دوت شكله برضو شكله برضو شكل البيكسل نفسها كبيرة الحقيقة شكلها مش لطيفة دي لا الشكل هنا متش باتر ده برضو بSuper Resolution Reconstruction برضو نفس الحاجة ممكن نشوفها هنا وهنا لا في فرق الحقيقة بين الصور وبعضيها بيبين لنا ان فعلا Super Resolution ده بيدينا صور بتبقى much more diagnostically useful عن الصورة الاصلية بتاعتنا نتنقل بقى دلوقتي للكلام على جزء تاع السامبلين احنا كنا دلوقتي بنتكلم في الجزء الاولاني على ان احنا عندنا Uniform Sampling وعندنا Multiple Images كلهم Uniformly Sampled وكلهم فيه بينهم بعضهم Sub Pixel Shift وبنحاول نحنا نجيب منهم Super Resolution Reconstruction طب احنا لو في ايدينا ان احنا يعني ما نعملش سامبلينج على Uniform Grid او نحنا نختار الباترن اللي نسبنا احسن نستعمل فدلوقتي فيه تجربة صغيرة كده ممكن نشوفها يعني هتقول لنا ان فعلا فيه فارق بين Uniform Sampling وطرق التانية بتاعت السامبلينج زيال Random Sampling ولاقي اكشواني فيه Advantage ان احنا نعمل Random Sampling عن احنا نعمل Uniform Sampling لو احنا اخدنا شكل Sinusodial Wave بالشكل ده كده وعملنا لها سامبلينج سامبلينج يعتبر يعني مورو لس يعتبر ممتاز هيطلع لنا ان الشكل بتاعنا ال Fourier Transform بتاع الشكل ده يطلع لنا حاجة بالشكل ده كده فيه Two Peaks مقابلين لل Sinusodial Wave اللي احنا كنا بنعمل لها سامبلينج دي شكلها كوزاين اكتر فيعني دي شكلها فعلا ما فيهاش اي ambiguity خاص طلعنا السامبلينج بتاعنا ان هو كافي وفعلا الشكل طلع لنا بيوضح لنا فعلا Frequency بتاعت الايه بتاعت Sinusodial Wave دي كان بالزبط لو حصل ان انا عملت Under Sampling للباترن دوت لو اخدت الباترن دوت وعملت له Under Sampling بFactor 2 بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده هلاقي عندي مشكلة الحقيقة ان انا الريزولوشن بتاعتي يعني هنا بقت شكلها وحشة جدا شكل الدنيا هنا مبقتش يونيفورم زي ما كانت شكلها هنا فلما بناخد فوريت رانسوم بتاع الشكل ده بيطلع لنا حاجة بالشكل ده حاجة شكلها مختلف تماما بيطلع لنا حاجة موجودة في الشكل دوت ما كانتش خالص زي الحاجة اللي كانت موجودة هنا يعني فيه كمان peak بقت موجودة هنا والpeak دي اكشوالي مشكلتها ان هي نفس الماجيتيوب بتاع الpeak الاصليه فاندلوقتي لو جالي الباترن ده كده ما بقاش عارف اذا كان عندي فريقونسي كمبونت هنا في المكان ده ولا فريقونسي كمبونت في المكان اللي بره او مجموعة الاتنين ممكن نتخلنها مجموعة الاتنين فطبعا لو انا عملت undersampling بالشكل ده كده بيونيفورم سامpling يعني انا هنا باخد سامبل وشيب سامبل باخد سامبل وشيب سامبل معناه انا بحط يعني السامبل اللي ما باخدهاش بحطه بصف وخدنا دي وحطينا التانية بصف وخدنا دي وحطينا التانية بصف وهاكذا فالشكل ده الحقيق بيخلنا فيه حاجة اسمها Ambiguity Ambiguity معناه ان احنا عندنا يعني فيه حاجة غامضة علينا او فيه حاجة شكلها مش واضح من الباتن انطلال لنا في Frequency Domain Frequency Content شكله عامل ايضا يعني بقى فيه عندي دي وقت كذا حاجة موجودة ومش عارف اني واحدة فيهم اللي صح فدي طبعا فيها مشكلة كبيرة طبعا لو احنا خدنا random sampling نفس السجنة هي هي عملنا reduction factor of two بس هنا بقى خدت الباتن بتاعي random ما خدتوش ان هو نقطة واسيب نقطة ما خدتوش ان هو uniform لا ده انا خدت يعني الباتن نفسه بتاع السامبليخ خدتو كله على بعضيه random يعني بمعنى الاماكن اللي اخدت فيها samples هنا ممكن في اماكن ورا بعضية كتير ماخدش فيها حاجة وفي اماكن اخد فيها يعني حاجات ورا بعضية وعلى كذا فالاخر ده ابراعا نفس عدد السامبليخ اللي كنا شفناها قبل كده reduced by two ولما اجد اخد الفوري ترانسفوري بتاع حاجة زي كده بلاقي اكشوالي ان البيك اللي هي الاصلية بتاعتي بقت موجودة بقت لسه موجودة وفيه بيك تانية موجودة او كل حاجة بس شكلها فارق قوي عن التانية يعني زي ما انتو شايفين كده ممكن لو حطيت انا threshold هنا كده يطلع لي الباتن بتاعي ده من غير اي مشكلة خالص فطبعا يعني دي بتدينا يعني conclusion جميلة جدا ان ما بحصلناش ambiguity with random sampling يعني لما اعمل under sampling في السيجنال بتاعتي الباتن الاصلي الموجود او لو كان فيه frequency component موجودة هتظهر لي مش هيبقى فيها مشكلة ان انا اتعرف ان فيه frequency component موجودة فدي طبعا بالنسبة لي بتفرج جامد جدا لان انا يعني عايز على اقال ان انا كان فيه فعلا الحاجة اللي طلعت لي يعني ما اددنيش اي conclusion خالص ده هي اكشري خليتني اتحير اللي ان ال frequency الموجودة هي frequency يعني عالية ولا frequency قليلة لان بقى فيه عندي two frequencies بقى موجودين في الباتن بتاعي مش عارف اي واحدة فيهم هنا مفيش اي ambiguity خالص هنا بقى واضح على طول ان في عندنا two peaks موجودين لو انا عندي pattern ده يبقى متأكد ان فيه عندي frequency هنا اللي هي فعلا موجودة زي ما احنا شايفين هنا كده وبرضو frequency هنا اللي هي الجزء تاعي لو انا بكلم على كوزاين سيجنال هي بتلاقي طبعا لازم بيقى فيه واحدة عند مايس اوميجا نوت وواحدة عند بلاس اوميجا نوت فبتأكد تماما اللي فيه frequency اوميجا نوت دي موجودة فطبعا دي conclusion مهمة جدا ومبني عليها بعد كده بقى كل الشغل اللي تعمل فيه الحاجات اللي زي compressed sensing عشان ناخد مثال لطيف جدا لي زي ان احنا نريكاور يعني السيجنال بتاعتنا random under sampling هناخد شكل كده عبارة عن يعني ده شكل الاصلي بتاع frequency domain بتاعي شكله عامل كده generate signal بتاعه شكله عامل كده ده مجموعة التالتة frequencies دول هعمل له مرة uniform under sampling ومرة تانية random under sampling لو احنا بصينا على sampling بتاعنا هنا هنلاقي ان احنا في frequency domain هلاقي ان فيه two peaks واضحين كده وال peak التالتة موجودة بس شكلها ايه شكلها ان هي مش بينة شكلها انها في وسط الحاجات التانية دي فانا كده على الاقل قدرت اريكاور عبارة ان فيها هندي two frequency components دول موجودين طب انا لو عرفت frequency components دول موجودين هل كفاية لا مش كفاية لازم اعرف التالتة الجزء بقى بتاع uniform sampling او uniform under sampling اكشوري التالتة بقوا superimposed على بعض او فيه اتنين منهم على الاقل بقوا superimposed على بعض حاجات اللي بيحصل فيها superimposed يعني اللي بقى فيها نفس المكان هو هو في frequency دول ميبقى فيه two components فوق بعض ده لا يمكن يتعمله recovery ابدا ده صعب ان احنا نعمل بيه اي حاجة خالص فده كده يعني صعب ان احنا نعمل بيه حاجة ده يعني بيبقى بنسبانا ambiguous يعني ما هواش يعني نقدر نحنا نريزولف frequency components اللي موجودة فيه بطريقة صحيحة يعني في حين ان دي احنا على الاقل جدنا الاثنين دول بطريقة صحيحة وممكن بعد كده كمان نعمل شوية شغل كمان زيادة عشان نجيب التالتة نعمل الكلام ده ازاي بقى بداية احنا عارفنا خلاص ان دول موجودين احنا واخدنا threshold كده عشان ناخد اعلى اثنين مثلا ان هما شكلهم فارق جدا عن التانيين دول خدت دول خلاص وتخيلت ان فيه components بالشكل ده كده components دول انا خلاص جبت components دي بقيت موجودة خلاص components دي اعمل ايه انا عارف السامبليج pattern بتاعي فااجي ااخد السجنال بتاعتي دي اعمل لها sampling او السجنال components دي اعمل لها sampling pattern هو random sampling pattern دوت واطرحها من ال pattern الاصلي بتاعي باطرحها من sample signal بتاعتي يبقى انا كده شلت الاثنين دول شلت two components دول من السجنال بتاعتي بقى فاضل بس components دي وانس ان انا شلت two components دول طبعا لما بعمل random sampling جزء من الódinent sampling اللي بيفصل دوت بيطلع لي الحاجات الموجودة عندي هنا دي يعني الجزء اللي هو اللونه برتواني دوت random sampling بتاعي هم اللقاء اللّ هو البرتواني الي تحت دوت دا تبعو والاخضر دا الجزء برضو المرده اخضر دا تبعو دا دا نتيجة ال relative sampling الذي انا عملته يا فلما انا شلت الجزء اللي هو النتيجة لل sampling بتاع the two components انا عملتوهم detection دول انا حيث خليت الـ pattern اللي موجود بس هو جزء الأزرق اللي هو المقابل للجزء بتاع الـ peak الصغيرة اللي كانت موجودة دي فالـ pattern هو بقى موجود وفارق فيه فعلا بقى واضح عندي فعلا انه فيه frequency component في المكان بتاع الـ component الثالثة فهنا هنا حتى اقدر اختطى الـ component الثالثة كمان فكده بالطريقة دي أنا يعني اعملت ركاوفره 3 components باستعمال الـ random sampling فحين ان انا لو انا كنت استعمالت uniform sampling كان مفيش عندي اي طريقة خالص ان انا اعرف ايه يحصل دي طبعا حاجة كونكلوجن قوية جدا وتسمحني ان انا اقدر ان انا استعمل random sampling داوت او بتشجعني ان انا استعملوا الحقيقة في applications كتير لو احنا بنعمل sampling patterns بقى مختلفة وعايزين نشوف ايه اللي بيحصل يعني شكل الصورة عاملة ازاي يعني ممكن يبقى عاملة ازاي في كل نوع من انواع ال sampling اللي احنا عملناها طبعا uniform sampling و احنا عملنا uniform sampling بهال resolution هتلاقنا الصورة طبعا ممتازة بالشكل دا كده نفيش اي artifacts خالص طبعا الصورة دي ممكن تيجي بال sampling pattern دوت اللي هو uniform ممكن نعملوا بشكل كده rectangular sampling او ممكن نعملوا بحاجة شكلها زيجزاج كده او شكلها radial sampling او spiral sampling اللي اتنين دول طبعا بنعمل لهم regrading زي ما احنا شوفنا قبل كده في جوز بتاع reconstruction في الفوريه دومين و في كل الحالات دي الحقيقة بيوصل لنا الجريب بتاعنا انها تبقى high resolution grade بالشكل ده فبطلعنا الصورة high resolution طبعا دي مش ال high resolution reconstruction مش super resolution reconstruction لو احنا عايزين نقلل بقى sampling rate دوت ممكن نقلله كذا طريقة ياما اخد لو انا عايز اخد نص السامبل ممكن اخد نص السامبل اللي جوه اللي في النص ساعتها اكيني عملت low pass filtering للصورة اكيني اضربت كل النقط اللي كانت باره دي في صفر وخليت دي مدروها في واحد اكيني عملت low pass filtering للصورة فتلاقي الصورة blurred بالشكل ده لو انا خدت high resolution في ال direction ده خليته موجود وشلت بقى النقط اللي في النص دي يعني خدت خط وصبت خط 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 أنا كده خدت نص النقط برضو هيطلع لي صورة اه بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده مشكلتها الحقيقية الحقيقة ان انا عندي دلوقتي بقى فيه aliasing في ال dimension اللي انا عملت له under sampling هنا انا هنا خدت هنا نقطة وصبت نقطة خدت نقطة يعني عملت under sampling في ال direction horizontal ده بفاكتوروف تو ففي الحالة دي بلاقي ان انا عندي الصورة بقى فيه aliasing بالشكل اللي احنا شايفينه دوت وزيما احنا شايفين aliasing ده صعب جدا ان احنا نعمل له resolution صعب جدا ان احنا نresolve sampling pattern بالشكل ده لانه هو فعليا بيبقى الحاجات كلها uniform او كل ال pattern بتساعدتها بتاعت ال aliases نفسها بتبقى كلها بتيجي coherent مع بعض في طلالي ال aliases ده نظر قويه جدا لو انا عملت بقى random sampling هتطلعنا الصورة بالشكل ده كده الصورة بالشكل ده كده احنا شفناها اكشرا نلاقيه احسن من دي واحسن من دي يعني دي شكل ال pattern فيها موجودة جوا مش وحشا relative للحاجات التانية فدلوقتي هدفنا بقى احنا ناخد الحاجة اللي شكلها random دي ونحاول بقى نحسن فيها زيادة بحيس الصورة دي تطلع او المصورية بقى او المصورة دي طبعا بيفي عندنا conditions ممكن احنا نستغلها مثلا الجزء اللي باره ده احنا عارفين هو background ممكن احنا نفورس انها تبقى background فمعنى كل الانرجي اللي كانت موجودة هنا دي ممكن ترجع تانية تتضبط هنا يعني الحاجات اللي كانت مفقودة من هنا رايحة برا هترجع تانية اللي تبقى موجودة جوا فتحسن لنا الجزء اللي جوا ده وممكن بقى نمتين نعمل reconstruction بكذا criteria ممكن انها تحسن لنا في الاخر ال resolution بتاعتنا زي ما هنشوف في compressed sensing فكرة أساسية بتاعت compressed sensing مؤتمدة على ان احنا بنحل دلوقتي مشكلة under determined under determined معناها ان احنا عندنا عدد من ال equations اقل بكتير من عدد الانورز لنا هذين حسابها بس مؤتمدين دلوقتي على فكرة اساسية جدا ان احنا عندنا في sparsity او في عندنا ان signal بتاعتنا دي ممكن يبقى لها domain تبقى في spars spars معناها ان هي تبقى معظمها صفار ففي الحالة دي نقدر ان احنا نستغل reconstruction اللي هو البسيط اللي هو مؤتمد على minimum normal solution بحيث ان هو يطلقنا في الاخر حاجة تبقى مقبولة او شكلها يبقى رايب او من signal اصلية بتاعتنا الفكرة اساسية بتاعت compressed sensing بتاعتنا هي بتستعمل minimum normal solution بس اكشوي بتستعمل حاجة بدلا ما احنا كنا بنعمل minimum norm معناها minimum two norm اذا ما احنا شفتها في matrix computation lecture اللي كانت في الاول حاجة في background بتاعت medical image construction بيستعمل L1 norm L1 norm ازا ما احنا فاكين ان احنا كنا بنسمين منهات النورم او taxi cab norm الحقيقة الناس لقيت ان هو بيفرجام جدا 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 في reconstruction طبعا بيبقى minimize norm و subject to condition طبعا ان عندنا equation matrix equation نفسها بتكون بتتحقق اللي احنا عندنا طبعا زي ما احنا عارفين في ال under determined problems بيعاندنا infinite number of solutions احنا بنختار منهم حل معين بيحقق لنا minimum criteria معينة فاحنا عادة نختار criteria بتاعتنا ان هي تبقى minimum norm solution فبنتكلم عن احنا هنا بدلا ما نختار L2 زي ما كنا متعودين هيختار L1 الحقيقة لو احنا شفنا مثال على كده لو احنا عندنا حاجة شكلها sparse بالشكل ده كده ال sparse signal دي معناها ان هي غالبيتها صفار زي ما احنا شايفين كده في مجموع قليلة او من النقط اقل بكتير من النقط الصفار دي هي اللي مهياش بصفر لو انا عملت L2 recovery هنلاقي ان L2 recovery هو minimum norm اللي هو متمد على 2 norm هنلاقي ان 2 norm بيتند ان هو ياخد الحاجة اللي هي بتبقى قريبة من الصفر اوكي يعني بياخد النقط قريبة او من الصفر فهنلاقي ان في اخطاء كتيرة جدا في الحل اللي احنا طلعناها هنا لو احنا خدنا عملنا L1 recovery يعني عملنا minimum L1 norm بدل L2 norm هنلاقي اكشوال ان اتنين قريبين جدا من بعض هنلاقي اكشوال ان النورم زينية زي L1 و L0 حتى هنلاقي ان هما الاثنين حقيقة مناسبين جدا للreconstruction وممكن نعم بيهم فتريبا لسجنل بالشكل ده under sampled فطبعا دي حاجة من نسبقنا فيها ميزة كبيرة جدا وطبعا بتشكلها احنا حاول نعمل الكلام ده بقى في applications تانية لو احنا بقى عايزين نطبق الكلام ده على Fourier transform signal لو احنا طبقنا دومين السجنل فيه sparse هتبقى هي Fourier transform ومعنى كده ممكن ناخد A matrix دي هي Fourier transform بحيث ان انا يبقى في الاخر الحاجة اللي انا بعملها دي هتأكد بردو ان هي في الاخر بتحقق لي ان السامبرز بتاعتي فعلا جاية لي من الايه؟ من الاستمت بتاعي لو احنا اخدنا الكلام ده بقى روحنا به ل two dimensional space يعني كلم عن الكلام ده مثلا application في MRI مثلا بتكلم على صور دلوقتي بتكلم ان انا باخد بعمل حاجة زي sparse image reconstruction باخد الصورة بتاعتي وديها في دومين يبقى فيها sparse يبقى في الصورة بتاعتي فيه sparse I minimize in one norm برضو subject لان Fourier transform بتاع الصورة ده هو نفسه ال data اللي انا قاريتها يعني انا بيبقى عندي ال data بتاعتي اللي هي ال y دي دي data اللي انا ايسها فعليا وانا بحاول الاقي صورة M مناسبة لان هي تطلقة لل y دي بحيث ان انا minimum norm بتاعها او norm بتاعها بتاع ال one norm اللي موجود في الدومين اللي هو في الصورة بتاعتي دي sparse بيبقى اقل ما يمكن فباسكلي احنا بنعمل هنا minimum norm solution زي ما كنتم بقول بس ناخد ال one norm وبنتاكد ان احنا samples بتاعيتنا فعلا بتيجي من الحل بتاعنا ده او الحل بتاعنا ده بيحقق samples اللي موجودة طبعا samples بتاعيتنا بتبقى اقل يعني بكتير او من عدد الصورة بتاعيتنا اللي احنا بنكلم على صورة فيها مثلا 100 samples مثلا بكلم عن انا ممكن ااخد 10% منها فعدد قليل جدا اقلبي كتير جدا من العدد بتاع بتاع النقاط الموجودة في الصورة فهدفي ان انا من كل بقى انا ممكن اخدهم عشان يحقق قولي ال problem بتاعتي او يحقق قولي samples اللي جايالي انا عايز اخد الحل low one norm minimum one norm في الايه في في الدومين اللي هو signal بتاعتي فيه تبقى sparse فالT ديت ده عبارة عن transformation بيخلي الصورة بتاعتي sparse والF دي هي basic هي عبارة عن sample for a matrix بتاعتي اللي بتحققلي اللي بتاخدلي بقى اللي هي الصورة بتاعتي ويجبلي منها samples اللي استها اللي هي Y فهنا انا بتأكد ان samples بتاعتي بتحقق ال data وفي الوقت نفسه باختار الحل بتاعي على اساس ان هو يبقى بيقلللي one norm solution بتاعي فيه sparse domain في الحقيقية فيه عدد من الدومين ممكن يبقى signal بتاعيتنا بتاعتي ال MRI فيها تكون sparse منها ال wave transform ومنها final differences معناها اللي بنكلم على ان انا باخد الصورة باطرحها من shifted version منها يعني باخد الصورة دي اعملها shift بواحد واطرح الصورة الاصلية من الصورة اللي shifted في الاخر بيطلع لنا حاجة بالشك ده كده لو احنا عندنا الصورة بتاعتنا بالشك ده كده دي بتبقى شكلها فيها sparse زي ما احنا شايفين معظم الصورة لونها اسود يعني هنا مثلا brain image مثلا زي ما احنا شايفين كده فيها نوقة كتير كلها لها الوان يعني قيم يعني كلها عالية لما ودي صورة في domain ولقي معظم ال domain دوت لون ال intensive بتاعته قليلة يبقى معنى كده ده بي sparseify الصورة بتاعتي يعني بيخلي الصورة بتاعتي بدل ما كانت dense بالشك ده كده معظم النقاط بتاعتي تعتبر عالية لا بقت معظم النقاط كلها بقت 0 وانس ان انا عملت كده انا كده فعليا ممكن ان انا استعمل بقى ال domain دوت واقدر اعمل يعني reconstruction لل super resolution image بالتعمال واحدة برضو من الحاجات اللي انا ممكن استعملها لو انا بعمل dynamic heart images يعني باخد ال heart ده مع الوقت كده بالشكل ده كده لو انا عملت فورية transform اللي هو ال horizontal بس بيطلعني الشكل الصورة عامل كده ففعليا بلاقي برضو ان الشكل ده برضو شكل sparse من نفس الكلام برضو اقدر اخد الشكل ده كده واقدر ان انا برضو استعمله ان انا reconstruct باستعمال compressence الصور اللي موجودة عندنا ناحية اليمين ديت عبارة عن صور استعملت فيها عدد من السامبلز هنا بكلم على عشر السامبلز هنا بكلم على واحد على عشرين من السامبلز هنا بكلم على واحد على عشرين من السامبلز نقارن بقى الصورة دي بالصورة دي مفيش فرق فعليا مفيش فرق يعني اكشري لو انا بصيت على الصورة دي ممكن يبقى شكلها اكشري احسن من الصورة دي شوية ونفس الكلام برضو لو بصيت على الصورة دي برضو لحد ما شكلها احسن من الصورة دي شكل الدنيا فيها سموذة عن الشكل اللي موجود عندي هنا ففي كل احوالنا نلاقي ان احنا فعلا باستعمال التكنيك اللي هو compressed sensing دوت احنا بنعمل minimum norm solution بناخد ال one norm كواحد من الميجرز اللي ممكن نعمل بيها selection solution بتاعنا under determined problem بتاعتنا وبيه الحقيقى نظر ان select solution يبقى فعلا قريب جدا من solution الحقيقى ده معتمد كله على ان انا اكون بعمل random sampling ما ينفعش ان انا اعمل الكلام ده بطريقة تكون مش random لو انا واخد طريقة uniform لو انا عامل sampling بتاعي ال under sampling بتاعي ده طريقة uniform يعني واخد عشر الصور بطريقة uniform عمري ما قدر يكونستركت وعمري ما قدر يكونستركت يعني ال two conditions اللي عندنا لازم يتحققوا في compressed sensing ان sampling بتاعنا يكون random وان يبقى فيه عندي domain يسمح لي ان انا اعرض في الصورة بتاعتي او يبقى فيه عدد النقط non zero بتاعتي بتاعتي تبقى قليلة يعني يبقى فيه عدد قليلة يبقى هو non zero وبقيت الحاجات التانية يتبقى قريبة او من zero او يعني صغيرة جفاية relative للنقط اللي هي النقط اللي انتاس بقيتها عالية فلو انا عندي الحاجة دي لو انا عندي two conditions متحققين بقدر اعمل reconstructions بعدد قلال جدا 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 من وده الحقيقة بيفيدني جدا ان انا ممكن في الMRI بالزاد الوقت بتاع الacquisition في غاية الاهمية في applications مثلا زي كارديولوجي ان انا عايز الوقت يعمل frame rate عالي عشان اقدر اشوف الheart بطريقة يعني الاحق على الحركة بتاعته ما بقاش فيه motion artifacts وفي نفس الوقت برضو الاستعمال بتاع المكنة نفسه جهاز الMRI نفسه جهاز غالي فلازم ان انا اقل الوقت وجود الpatient جوه الماجنت وفي وقت نفسه عشان برضو الراحة بتاعت الpatient نفسه بيفرق معي جامد جدا ان انا acquire في وقت اقل دي الحقيقة امثلة للنتاج اللي طلعت من هنا بنتكلم على نايكو سامبلنج اللي هو المزبوط لو انا اخدت low resolution سامبلنج بالشكل ده كده لو انا عملت linear interpolation من كذا صورة من هنا هلاقي شكل الباتن بتاعي بيطلع عامل كده طبعا زي ما احنا شايفين حاجات اللي جوه دي حاجات اللي موجودة هنا جوه كلها شكلها مش باين شكل الفاسل نفسه نفسها شكلها يعني very faint لما انا بعمل بقى compress sensing اوكي هلاقي ان في فرق كبير جدا في النتيجة اللي طلعت لها يعني في فرق كبير جدا في بنفس عدد سامبل اللي كانت موجودة بيبقى في عندي صورة almost identical للصورة دي نفس الكلام لو احنا اخدنا نفس الحكاية بالظبط بيتكلم على multi slice to dimension cartesian sampling واخدنا بقى random sampling في cartesian domain في ال direction دوت في phase encoding طبعا ان ال read out ما احنا عالفين ما هواش مكلف بنقدر نعمله في phase encoding بس هنا ده نايكو سامبلن شكل الصورة بيعمل كده resolution شكلها عالية جدا لو انا عملت low resolution sampling بيبقى شكل الصورة عام كده لو حاولت اعمل linear interpolation بيطلع علي الدنيا شكلها ما هياش منتظمة كده يعني شكلها ما هياش حلوة برضو صورة شكلها فعلا سيئة يعني شكلها very noisy لو انا عملت compressed sensing واستعملت فيها ال wave let's total variation total variation ده اللي هو final difference يعني باخد برضو يعني ممكن نعمل ده او ده بيطلع علي الحقيقة resolution بتاعتي قريبة جدا من resolution الحقيقة اللي كانت موجودة عندي في ال nycos sampling فالحقيقة compressed sensing low applications واضحة جدا في ال mri بالذات نتيجة لل saving بتاع الوقت اللي هو توفير الوقت اللي بيعمله ونتيجة ان quality فعلا بتاع الصور اللي بتطلع بتبقى حقيقة عالية وبردو الحقيقة حاجة مهمة جدا في ال mri ان في ميزة ان احنا نقدر نتحكم في sampling pattern بتاعنا زي ما احنا عاوزين يعني لو انا عايز اعمل random sampling بيبقى ممكن بالنسبة لي في sequence بتاع ال acquisition ممكن اتحكم في نوة يعني acquire نقطة على random sampling pattern في frequency domain احنا عارفين برضو طبعا mri بي acquire في case space فطبعا دي بالنسبة لنا ميزة بتخلي mri فعلا well suited لنحنا نستعمل معه compressed sensing كامثالة على الحاجات اللي كلنا فيها في المحاضرة دي ممكن نحاول ندزاين experiment صغيرة كده عشان نيوز the compressed sensing to estimate one dimensional sparse signal from its random samples يعني ناخد signal معينا مثلا whatever sinusoidal او اي حاجة مجموعة يعني انا باعرفش اي شكلها اعمل ازاي بالظبط وعمل لها انا باداية sampling على الكمبيوتر واخد sample z بقى استعمل معها التكنيك بتاع compressed sensing عشان نتاكد ان هو ايه نتاكد ان احنا عرفنا نعمل reconstruction مزبوط طبعا ممكن استعمل different degrees of under sampling عشان نتخيل برضو يبقى عندنا احساس كده احنا ممكن نوصل بال compressed sensing ان احنا نقلل samples at day فيها حقيقة طبعا مجموعة من البرامج اللي موجودة يعني فيه من الاماكن الجميلة جدا اللي هي فيها resources كتيرة جدا على الموضوع ده فيه at rice university لو احنا كتبنا مثلا compressed sensing rice university على جوجل مثلا هنلاقي طلع لنا صفحة كده فيها كل resources بتاعت compressed sensing سواء كانت papers منشورة سواء كانت toolkits او tool boxes كده ناس عملتها في compressed sensing هي مفيدة جدا من احساس برضو تبص عليه علشان ممكن تستعمل البرامج دي برضو علشان تقدر ان هي تجرب في يعني موضوع compressed sensing عموما طبعا احنا هنا بنجرب على one dimensional signal ممكن طبعا لو احنا فهمنا دي شغالة ازاي ممكن احنا نجنراليز على two dimensional signal بنفس الطريقة طبعا كالعاد زي ما احنا بنعمل برضو في الكورس هنا عايزين نعمل literature search على الموضوع نفسه الموضوع 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 هللاقي طبعا مجموعة كبيرة من ال papers التي اشتغلت في الاريا دي وعايزين بس نعمل listة بيهم علشان برضو لو حد احب بعد كده ان هو يخش في الاريا دي كresearch ممكن يلاقي برضو listة من ال references ترجمة نانسي قنقر